اشتركوا في القناة وايضاً عضو بالمعارضة ولكن ما تمكننا شرق من التصارات متكررة بالمعارضة باش نديرو ادكتر في الاخر لهذا سنكتفي في هذا الحلقة يعني بممثل على الاغلبياء وهو سيم مصطفى أفعداس نائب رئيس مقاطعة الحي الحسن مدينة الضربدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار سيم مصطفى مرحبا بك اهلا وسهلا سي احمد سعداء باللقاء مجددا من خلال انتاس بريس ويكون لقائك فيما قلت هو بحضور ديال الأغلبية فقط اليوم تيرى بوحدك كنت أتمنى أن يكون معي أحد الأطراف ديال حارسنا بشيء الطرف أخو خصوصاً أنه تم ترويج مجموعة ديال الأمور لتتعلق بالتدبير اليومي ديال المقاطعة وكانت فيها واحد شق يتعلق بالتدبير ديال تفوض الذي يفوض لي منذ تشكيل هذا المكتبات هذا نقول أنا أولا تنقل للطرف الآخر بما أنه ما مجوش يعني الناس المجوشة عندهم أعذر ديالهم سيمسطفى بداية أنتم حزب أغلبية يعني تجمع وطار الإحرار بعد أنتم الحزب يتقود تجريب هذا ولكن لاحظنا أنه في الدورة الأخيرة اللي كان مفروضة أنها تنعقل تنسوا ما أخذتوا القرار أنكم محضرتوش وشهد إشارة أنكم تنسوا هاتش المعارضة أشواق في مقاطعة الحي الحسيني؟ لا أبدا أبدا المسألة ديال المعارضة ما مطلوحش بشكل دهائي هذه إشارة من بين الإشارات ديال المكونات الأغلبية في الجلسة الثانية بعد ما تأجلت الدورة ديال يناير في الجلسة الأولى لعدم كثير من النصر الجلسة الثانية جات يعني من بعد واحد المشاورات واحد النقاش اللي كان نهامي شي جينا للجلسة يوم تولتا بالأمس بلتعدنا واحد المسألة ديال التوجيه وديال الهندسة ديال المجلس والتدبير دياله من خارج لمكونات دياله والمنتخبة الأمر اللي يرفضناه احنا واحد العشرة ديال المنتخبين من أحزاب المكترين؟ لا من أحزاب الأغلبية أغلبية أغلبية المكونات للمكتب والأغلبية للمقاطعة لهم تجمع الوطني الأحرار الأصار والمعاصرات حزب الاستقلال وحزب العهد هاد الأعضاء ديال هاد المكونات السياسية اعتقدوا قرار أنه الرفض التام لتدخل أي طرف من خارج المجلس في التدبير ديال المجلس اليوم كي نقاش وهذا هو كان من بين الأسباب أنه شكو اللي شكو اللي غي وقاع شكو اللي غي ياخد نيابه شكو اللي غي نحيده للتفويل هاد النقاش اللي رفضناه بشكل قطعي إلا كان غيكون شكو نقاش يكون داخل المجلس وداخل هياكل دياله لهاكل دياله وعدنا الدورات للمجلس وعدنا الليجان وعدنا جمعات المكتب وعدنا إطارات حزبية اللي من المفروض أنها تجتمع في هذا الأمر وتاخد قرار ونحن نكون فيه لنأكدو مجددا هو أنه هاد العشرة ديال الأعضاء اللي قطعوا الجلسة الأمس ثلاثة تعنوا جميعا تعنوا جميعا دعمهم للمشروب يعني لرئيس المقاطعة يعني هاد محاولة من القلاب على الرئيس أبدا أبدا هذه ممكنش هاد النقاش بشكل قطعي هو هو التجمع دياله إخوان هذا واتحادهم من أجل القطع عن الممارسات ديال بعض الأشخاص اللي من خارج المكتب من خارج المجلس ككل لأغلبية لمعارضة شي يكون يكون طرف آخر مننا من نمو انتخب وتدخل في العملية نقبلوها ولكن ما يكون موظف موظف من الموظفين داخل المقاطعة الحسنين وعنده السلطة هذه تتهيلوا أنه عنده هاد السلطة ديالهندسة الخريطة السياسية أعلموا السوال الحسنين منذ الفترة دياله ما قبل الانتخابات إلى يومنا هذا فبالتالي ما هو موقع تعالرئيس موقف تعالرئيس هو الموقف الرئيس مش مع الأغلبية مش مع الأغلبية مع تتكلم مع الأحزاب السياسية اللي كانت مشكلة الأغلبية احنا عبرنا على رفضنا التدخول لهذا الشخص كيف مما قلت ما عندنا تأشكال تمع شي أحد في الأغلبية عندنا إشكال وخصصا ودعمنا لا مشروط سنعود نأكدها السيد رئيس مقاطعة وتنتكلم باسم العشرة لالإخوان أنا اليوم تنتكلم باسمهم وراء غي أكدوا هذا الأمر هذا مستقبلا ببلاغ مششرك لأعضاء الأغلبية العشرة اللي تأكدوا فيه الدعم لرئيس المقاطعة الحي الحسني ورفض أي تدخل مع أي طرف رفض لهيمنا على الأغلبية تسيرها من خارج الأجهزة المنتخبة فهذا هو السبب لأن هناك القراء الدرس بأن لديكم الصراع الأغلبية لا لديه غير الصراع مع المعارضة ولكن صراعتها داخلي داخل الأغلبية صحيح صحيح هذا الموظف الذي تنتكلم عنه لديه انتماء سياسي انتماء سياسي لأحد مكونة الأغلبية وبالتالي تدفع دائما في التجاه تغليب طرف على طرف آخر طرف الحزب معين وإذا ما تهدد المكسب مستهيان ما تهدد تهدد هذا التدخل هذا تهدد المجلس ككل وهذا خصنا في قولي كامل ما تهمناش غير نحن كأغلبية فقط وتهم جميع المنتخبين في المغرب إذا كانت نمش لصناديق الاقتراع وندروا الحاملات ونتواصلوا معنا ونقنعهم يمش يمش للتصويس ونقنعهم بالبراميج دينا ونجيو ننزلوا معهم البراميج ونلقوا أن الذي يدبر المحلي مش نحن كمنتخبين تدبر موحد خور هذا يضرب العملية الديموقراطية ككل الخطير من هذا الموظف أصبح حول منزله إلى منحقات ثانية من منحقات المقاطعة وأصبح يقيم اجتماعات يسق بالمواطنين يسق بالموظف يسق بالطريقة المرفوضة بشكل نهائي أنه تستمر بعد الشكل هذا ونجد الاتهامة المعارضة في حق المكسل الموسية للمجلس المقاطعة الحي الحسني وأن أولا لا يوجد التشاور بل رغم المرسالات التي تصفت عليكم ولكن دائما الباب مغلق في وجه هذه المعارضة لا فهم ما هو طبيعة الإشراك التي تكلم عليه لحد الساعات تقلب على طبيعة الإشراك الإشراك من خلال الهيئة عندهم براميج وعندهم أفكار وكما تفتح النقاش معهم في إطار من إطار في إطار المقاطعة الحسن لا لنفق هذا الهيئة من المجلس تذبر من مكتب من أجهزة مساعدة ومن الليجان وهذا الليجان هذا يحضر لهم أعضاء المجلس بالتالي أغلبية المعارضة أغلبية المعارضة هي الوسيلة الوحيدة للتداول بالإضافة لدورات المجلس دورات العمومية والليجان ديال المجلس ثلاثة الليجان 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 لجنة المالية لجنة التعمير والبيئة واللجنة التقفية والجتمعية وريضية فإلا كان التداول تتكلم على شيء إشراك من خارج هذه الإطارات تنظن أنه ستتكلم على التدبير والتدبير الذي ضابطه المشرع في القانون التنظيمي 113-11 ضابطه وحده في التدبير في الرئيس ونوابه بالتالي هم اللي عندهم إمكانية التدبير ليومي المصالح للمقاطعة وبناء على اختصاصات وتفويضات الممنوح النواب هذا هو الإطار للتشارك أنا تنظن أنه النقاش اللي كان على الإشراك في الشق التقافي والجماعي هذا هو اللي كان فيه النقاش ما تشرك ناش ما تاخدوش بالآراء دينا هو أكيد أنه لجنة شؤون الاجتماعية اللي وضعت البرنامج اللي كان موضوع النقطة التي أفضت الكأس واحد الشهرين دي جوت المناسبات داروا في مجموعة للأنشطة احتفالية اللي تبرمجات من خلال اللجنة الشؤون الاجتماعية وهذا اللجنة الشؤون الاجتماعية لأول مرة تجد الشامعة في مدة معينة سبعات المرات ونعطيك التواريخ الشامعة في فاتح مارس في 14 مارس في 20 مارس في 21 مارس في 24 مارس في 25 مارس وفي 1 يونيو الشامعات هذه اللجنة لكي وضعت البرنامج وعننا محاضر دي اللي تقول أنه لم يتمش الاشتراك دي وذلك المحاضر لم يجد جاء زي ما أنا تنظر لكنهم تقولون تقدموا المقترحات تقدموا تصورات ولكن لا تتخذ بعيد الاعتبار يعني شاورني وما دي شبار بالعكس أنا كنت نقول كين محاضر في المحاضر دي المقترحات دي وفي المحاضر دي المقترح بماء الشرب. نحن الآن نعيش سنوات من الجفاف. قينا استراتيجية الحكومة في إطار ترشيد الاستعمال الماء. أنتم باقين يقولون بأنكم تستعملوا تتفضلوا استقيد مساحة الخضراء وتديروا مساحة خضراء بدل المشاريع الأخرى التي هي التلمية هي المعالجة الحفارية يعني بالزافة الحويج لخاصة مقاطعة الحياة الحسن. بالمناسبة هذا هو التفويد لتدبير المساحة الخضراء والبيئة. منذ سنة الأولى الذي يأخذنا في التفويد. وضعنا واحد لتصور لهذه المصلحة هذه. أخذنا تصور تفقنا عليه داخل الأغلبية أنه توجه دينا في الشيق البيئي. وضعنا مقترحات دينا على مسواجة مع الضربدة التي تبرمجت في الباك. والضربدة ككل مشات في التوجه البيئي إيكولوجي. ضربدة هذه المدينة التي تخصت لها مبالغ مهمة على مستوى الشيق البيئي. بالنسبة لنا في المقاطعة الحياة الحسنية أننا نقدر نقول هذه الأول مرة أن نقولها. المقاطعة الوحيدة تنظر أن المصرفات جدرهم لمدة ثلاثة سنوات. ثلاثة سنوات. 2021، 22 و 23. مصرفنا جدرهم في هذه المصلحة. لماذا؟ رشدنا التدبير المالية العمومية من خلال البوند كوموند. كنا أنا شخصيا كترافض أن البوند كوموند ندوزهم بالطريقة القديمة. نقول أن البوند كوموند كان يتعمم على الناس على الشركات الكاملين يشوفوا في بعض الشركات ويشاركوا معنا ونستغلوا هذه المسألة لكي تكون تكلفة أرخص لمقاطعة. انتظرنا إلى حين صدور المرسوم ديال الصفاقة العمومية اللي إعطانا هذي الإمكانية. اليوم تنشروا البوند كوموند في البوابة الإلكترونية ديال المرشي بيبليك. اللي هي البوابة عمومية تشوفوها الشركات تشاركوا معنا في البوند كوموند ديالهم في جميع القطاعات. درنا المرشي مرشي واحد لدرنا. يلا نطلق هذه أسبوعين. مرشي الوحيد من نهار بدينا إلى يومين هذا. فيه صيانة المساحة الخضراء. الصيانة ماشي الإحداث. عدنا الصيانة. ونأكد باش نوضح للإخوان مزيان. بمبلغ ديال مليون ومئة تلف درهم. مئة وعشارة دلمليون. تسانتي. شددتوا شركة روكون ديكتيبلة هذا ثلاثة سنوات قابل جديد. غاي الشغل على تمنتاشر مساحة تيدلها الصيانة. اللي كينا. وباش نحميوها. ونأهلوها. وتبقى كمساحة خضراء المواطنة والمواطنين من ساكنة الحي الحسن. وغطينا التراب المقاطعة ككل. مثالي احنا في هذا الإطار هذا واضحي. اليد مقية الحمد لله. هذك الاتهامات ديال دار والمشاريع الدار والصفاقات دار وكذا. قطعنا معهم وما كينيش. واللي تأكد فيه هو أنه يلا غان نبدأه في الفين وعشرين. الصرف ديال الاعتماد. الفين وعشرين. بالنسبة لما مناسبة كذلك. أنا مصدر ديالي القانون سيسات البيئية. ما غنجيش سنوات ديالي ديال الدراسة الأكاديمية. ونجيون ديال العكس ديال ما أخدته في هذا التكوين هذا. أنا سافير من صفراء البيئة. نهار جاءت التعليمات ديال الوزارة الداخلية بترشيد التروة المائية. والماء الشرب. بالوضوح كانت جاءت تتكلم على الماء الشرب. الماء صالح للشرب. اللي عندنا في ليديك. فعله مستوى للحل حسني. جاءت كذلك إجراءات وتدابير اللي اختذاتهم جماعة ضربدة. وخرجتهم سيدة رئيسة جماعة ضربدة. بواحد القرار اللي كان فيه إغلاق الحمامات. إغلاق اللافاج ديال السيارات. تدبير ديال توقيت ديال الماء. القطع ديال سقي المساحة الخضراء بشكل نهائي. بالماء الصالح للشرب. لكونتور اللي كانوا عندنا. أنا تنتحدى أي واحد اليوم. أنا تقولها باش الإخوان يكونوا عارفين. من 2022. واشعدنا كونتور تنسقوا به المساحة الخضراء على مستوى الحل حسني. في المساحة الخضراء اللي تدبرهم المقاطعة. لكن بما أنكم يعني انتم بختول القرار أنكم ما تسقوش المساحة الخضراء بالماء الصالح للشرب. يعني شنا هو المبرير ديالكم أنكم ما تددوش مساحة الخضراء في المقاطعة الحسنية اللي هي تتعرف واحد العزلي وراهيب جدا على مستوى المساحات الخضراء. غام شوفها التجاه. المسألة ديال الإحداث تنظم أن جميع المقاطعة جميع المقاطعة على مستوى الضربدة حدثات المنتزهات اللي تتعدى المساحة ديالها ثلاثة الهكتارات. ماشي حرام أن الحي الحسنية تضيع من هذه البرامج على مستوى جميع الضربدة. دعمت هذه المنتزهات على مستوى سيديمومن، الحي المحمدي، اسمي سبعين الشوق. وحي الحسنية ناصب دياله فينا هو؟ هذا هو النقاش. احنا برمجنا، احطينا لهم الملف ديالنا ديال الأراضي اللي بغينا نحطو فيهم المساحات. على مستوى الحسنية ديال بعض المساحات اللي متدهورة، على مستوى الألفق، على مستوى اللي ساسفو الناسيب. فضاءات اللي لدينا، ومتال نجيبهم مش غير فضاءات اللي لدينا في تصميم تهيئة، مخصصين كمساحات خضراء. بالتالي التصور الشامل على هذا القطاع ده، كانوا موضوع محطوط لنا، تنسنوا إن شاء الله الإجراءات مع جمع الضربدة. ومعكزها كذلك باش نخلط معنا في إحداث هذا المساحات. وغيتكلفوا بهم، ما غا نصرفوش المالية المقاطعة باش يكون تخوف في هذا المالية. ما غا يصرفوش هذا المالية، ما غا تصرفوش المالية المقاطعة. ما غا تتجموه أضر الأحرار، العمدات تدار بداية تنسي من الناس الحزب، رأيك تحكم نفس الحزب، يعني ماذا نوالحواج دي خليكم ما تطبقوشتش تقول عن مساحة الخضراء في المقاطعة؟ لا ما دمش عرقال، لحنا اليوم مشكلة العقار، كيف ما قدتلك عدي تخصيصها؟ العقار كين؟ العقار لم يكنش، عقار لي مكنش. عدي تخصيصيليه لأجراءات تسوية العقار هي اللي احنا خدامنا عليها. ونحن عندنا عدنا وعادة تسوية العقار، وكيف ما قد تطبقوشتها؟ تهيئة كينة فيها مساحة الخضراء في المسجد الفالح، في الخلف دي المسجد الفالح، سيتم متهيئة بمجرد تسوية للوضعية دي العقار. هذه النقاش عندنا لكينة في البطيمات البوليس، الإخوان ديال السيال و ديال بوسيجور غير يعرفوا هاد البطيمات ويعرفوا المساحة الممال فيها تقريبا واحد جرد لإكتار ديال المساحة الخضراء متضاهرة اللي غير يمشي ويشوفها غير يشوف المعاناة ديال الساكينة ديال هاداك المنطقة اللي ضيعها في واحد اللوي عقاري مخصص لمساحة الخضراء ولكن باش نأهلوه ضيعين فيه كساكينة وضيع فيه كمقاطعة ما اسم تص cords تصوكين idéس لا يمكن مشاهدة الافضاع بفضيل متسبات شيوق جغول يا ديال الافضل مشاريع مساحة الخضراء ملاعب القرب مشاريع الشيما الذين يجب هناك داخل المقاطعة ها مقارنة مع مقاطعة سيدين مومون في الدهار بيضاء ومالتصوكين سيدين مومون انتظار chests تستفيد المطرح الطي 23ب mat mon ehm ما حان انتظار من أجل ذلك مزين المنزلة زمن أستمرار زمن الن Spike من أحسن المنتزات، سيدمومن كذلك، حي المحمدي كذلك، حي المحمدي راه جنب البطور ديال الدجاج في الدارة المساحة، وراء من هنا تنحي الأخ غافير النائب الأول الرئيس اللي تعمم هذه المعلومات لكي يشوفوا هذه الساكنة الضرعية، وفي دانك فري تنافس المتنافسون، وهذا الشي اللي يخصي يكون عند الإخوان ديالنا، اللهم ديالنا ما يكون شخصي في الملفات، نشوفوا الحاجة ديالساكنة لحي الحسني فضل الأمور هذه، أنا جيد اختلف معي، نختلف معك، ما عنديش إشكال، ولكن المصلحة العامة لنختلفوا علىها، جنتفقوا عليها حين تلاك معارضة في المصلحة العامة، سنضع لها الساكنة لحي الحسني، وهذا هو لهم الذين يكون عند الإخوان كاملين، وعلموا السوا المقاطعة، نقولها لا تدبروا شيئا اللي محتاجا في المعارضة بهذه الشكل هذه، تدبروا الأمور اللي جيومي للساكنة المقاطعة، ندبروها بالاختلاف في الأمور اللي تكون تعمل، ليس اختلافات جوهرية أي اختلافات تنظرنا عرضية اختلافات التي ممكن تجاوزها بعض مرات اختلافات شخصية ما توصلت إلى درجة أن الدورات التي تنعقادت هذه الأول حدثت يعني ماذا يؤثر؟ سير العادي على المقاطعات غير أكيد ولكن سنجاوزوا ونكونوا أقوية أكثر إذا تم وضع النقاط على الحرف نقولوا ها فين بغينا ها فين وصلنا وها كيفاش بغينا غير باش نعود نشير لبعض الأمور على مستوى الأشغال تنظن أنه المشاريع اللي اللي تنطلقاتمون للولاية رغطات تورا بالمقاطعات من الناسين تل الحي الحسني يعني تنقولوا من سكاد الناسين احنا في تحديد الجغرافي سكاد الناسين تل طريقة زمور ومن شارع غاندي تل الاروكاد هاد المشاريع تغطاتهم على مستوى الزفت اليوم عدنا جوج ديالي مارشي مارشي ديال الحفار تنظن أنه را خدامين فيه بواحد شكل مستمر مارشي ديالزفيد ديالطرق اللي متضاورة والشاريع المتضاورة را خدامين فيه عدنا واحد الكوطة ديالنا على مستوى جامعة ضربة ذات نزلات خاصة في الشوارع اللي غادل الجنال اللوز اللي كانت متضاورة بشكل كبير عدنا مشاريع اللي مرتبطة بالبافي على مستوى الارطيفة وزناقك بسبب المدخل تعالي ساسفا نعم المدخل يمتغي خرشاتك المشروع هو خارج هذا خارج والناس لمساة التغيير منذ البداية ديال هاد الولايات كانت واحد إجراءات للدرس دات قرارات ديالصفيف دات قرارات ديالنزع الملكية ديالبعض الأجزاء من الرسوم العقرية اللي كانت فوق منها بنايات أو المحلات لتوسعة الطريق جاء السيد الولي مشكورا يعني ووقوفه إلى جانب السيدة العامل على هذا المشروع هذا ودرنا معهم زيارات علموا سوى الطريقة الوطنية رقم واحد شهري عبد الله إبراهيم فوقفنا على التوسعة اللي ولت اليومها 60 متر مفتوحة فيها تهيئة ديال الطريق يعني التولاتية فيها الطريق اللي غدوز بالجناب جوج ديال الطرقان فيها المساحة الخضراء وفيها إنارة اللي غدتكون من أحسن الإنارة تنظل في الشوارع في المداخل الدربيد فبالتالي الطريق جديدة اليوم تنقول أنه بسلام في الأشهر القليلة القديمة غدتكون من أحسن لمداخل الدربيد ان شاء الله نحن في خسام الحلقة وكل مدت المعارضة مكينش معانا شنين الرئيسة اللي تقدر توجيه الآن المعارضة داخل مجلسة مقاطعة الحياة اللي ربما ستكون من الحزب تحت الشراكية تقدمون للشراكية وتالب الشراك الموحد الشراك الموحد بالإطافة للعدل وتنبيل هذو بعض الأحزاب اللي تشكل المعارضة تقولوا أنه إدنا مفتوحة للمصلحة العامة شي حاجة أخرى أنا ما غنقدروش نديرها أنا هذر معا اللي لغا يدخل معايا في التدبير ما محققش ما محقيش أنا هذر معايا في المصالح العامة ومصلحة العامة في الساكنة الحي الحسني غيرتلقاني أول من يدافع معاك من جانبك ولكن اللي لغا نكون نبغي و نديره لأن في الأخير اللي لغا تتحاسب على المصالحة التدبير أكيد أنا غير هذه الإشارة نراها وقعت لي حادثة مع أحد أعضاء المعارضة اللي اللي ما عرفش واش دالها عن قصده وللله والتي يدخل في التدبير اليومي ذي المصلاحة والأمر اللي ما مقبول ما مقبولش وتي منعه القانون ما شي أنا اللي تنمنعه ما اللي تنذكره بالمواد القانون تيقول لي واش تبا غير تحبسنا رخصين حبسك حين التدبير اليومي هو مخصص الرئيس لا نتوقع عن السيارة فقط هنا أنا نغل نعود نأكدها البرامج ديننا الفترة المصلاحة هذه كنا تنذيروا برنامج أسبوعي البرنامج أسبوعي دينا الشيغال وتنشره في صفحة باش يشوفوه المواطنين والمواطناة يشوفوه الأعضاء يشوفوه كل شيء تنقولوا ها كيفش غنخدمه وها فينغامشيو وهشنو غنديره وفي الجمعة في الآخر دي الأسبوع تنقولوا هشنو درنا وهشنو مدرناش المواطن تدال مقارنة العضو تدال مقارنة تقول هذا النهار الاثنين نهاش دلنا في البرنامج ونهار الجمعة شنو الدار واش تحققت ولا ما تحققتش بالتالي كانت تعدنا خصوصا هذا المصلحة حالية تنظن أننا غادة بواحد الوضوح وبواحد الشفافية اللي الحمد لله مخلينا مرتاحين مرتاحين ومشتغلين بشكل يومي باش تنزيل هذوك المشاريع اللي مبرمجة إن شاء الله شكرا سيئة فعداء شكرا جزيلا كان بودنا أننا سمعوا ترأيه تعالى المعارضة ولكن كم الشيء نحن رأي الإشارة في أي وقت بغوي يناقشوا معنا هذه الأمور نحن رأي الإشارة ومفتوحة شيء أكثر من ذلك أنا أدعوكم لزيارة ذي المصلحة هذه والوقوف على الشيغلها بالإضافة لأن حضور الإخوات المعارضة باش يشوفوا شيء بعينيهم ما تنقولوش بالوراق ولا بالأرقام تندلوه بالعمل اليوم شكرا سيئة في أحداث المرأة الأخرى متتبعي خلاص أنفس برايس إلى لقاء فرصة قادمة وحلقة جديدة برنامجة كازا سيتي شكرا